هل يجوز السجع في الخطب والدعاء والحديث ما من عام إلا والعام الذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة صحيح؟ السجع في الخطب لا حرج فيه إذا كان غير متكلف ولا يخذ إلى استثقال المستمعين وتمرهمهم بل هو سجعا خفيف غير متكلف يجعل النساء من غير قصف لا حرج فيه أما إلا كان متكلف يقصد ولا ينبخ ولا قلو أحوالي كراها لأنها تدمى ودع على ذلك يسمىه سجع كرهان الحاصل أن السجع غير متكلف الشيء الذي يأتي يعني غير قصف بل يأتي من طبيعة الإنسان وعادة فخ ما يتكلف لا حرج فيه بخلاف الذي يتكلف ويقصد أينها ليسقل وربما أخذ إلى جمل لا حاجة إليها ولا فائدة فيها أو ربما كانت ضارة لا مفيدة ولأنه مشابهة في الغمان في سجعهم وتلبيسهم وحق باللغة أن حبيث لا يطيعون لو لا يبقى لباره سيارمون حتى تخرف ربه حده صحيح ما أردوا هالله صحيحنا نسأل الله الرحمن بنمشاه سلام قال لا يطيعون لو لا لباره سيارمون حتى تخرف ربه بلغة أخر قال لا قلو عاما صعب عاما ولا أبنوا خيرا من أميذ ولكن ذهبوا علمائكم وخيئ ثم يحدثوا أقوام يقيسوا الأمر بأرائهم فينهدل الإسلام وينهدل وهذا هو الواقع فإنه ثم تقدم الزمان وتأثر العهد بأهل النبوة قدر العلم وكتواجه كما هو الحال اليوم الثامس عشر ورابع عشر الناضي فإن العلم قد قل كثيرا وانجر القليل انتشر في غالب الوزان وقل أن تجد بلدا فيها العلماء الذين يكفون سحاجة البلاد ويشار إليهم العلم والفضل والاستقامة فالمصيبة عظيمة ولكن لسه معنى أن الزمان دائما يكون شرم ما قبله لا هذا وصف أغلبي قال العلماء إنه وصف أغلبي وقد يقع في بعض الزمان في بعض الغرفات في جهة من الجهات ما يكون حال أهلها أحسن من حاله الأولى في بعض الأحيان كما وقع في أحد أمر بن عبد العيد اللي يهتراشد فإن المسلمين قد حصل لهم بولاية خلق عظيم وقال حاله في زمانه أحسن من حاله من قبل حال زمان الوليد وأخيس كليمان كان زمانه أمر بن عبد العيد الأحسن بكثير في غابة العدل والتحكيم الشريع وهذا يدل على أن قوله الله صلى الله عليه وسلم لا في عام لو لا يبقى صبر منه يعني وصف أغلبي يعني عام ليس به استثناء مربوص أغلبي فقال بعض العنف بالدهالة إنه بالنسبة إلى عمو الزمان لا بالنسبة إلى الأمخلة فقد يكون مثلا حاله من دمشق على المدينة على المدينة على المغداد بوقت متأخر أحدا من حال هذا الوقت المتقدم ولكن مراد العمو العمو الدنيا كل زمان أرجل لذي قبل في عمو الدنيا لكن قد يكون في بعض الأمخنة من نسبة إلى بعض الناس حالهم أحسن من ذي قبل كما جرى في أماكن كثيرة نغافها البدع ثم جاء صاحب سنة ودعا إلى الله وقام العدل وقام السنة ونهاء البدع وصالت حالهم أحسن من ذي قبل وكما جرى في الجزيرة العربية فإنه حصل فيها من الشرك والبدع والخرافات وقام الحاجعة لما قبله شيء كثير فجاء الله بدعوة محمد من عبد الله وحب الله عليه فدعا إلى الله جزيرة وفي نفس دي دعا إلى الله جل وعلا وقام السنة ونهاء البدعة ونصره أرشعود فصالت حال نجد أحسن كثيرا من حال هاتف الأمان بسبب الدعوة الإسلامية ومسبب إن كان بدعي بالشرك ومسبب تحكيم الشريعة هذا أول معلوم واضح واضح وأخذ في زمن الشخصة المنطمية في دمشق وفي نصره في زمن النقي والكثير هذا الزمن ذات أحسن من الحالة من هذا الزمن ذات قبلها بسبب دعاة الحق والظهور السنة وقبع البدعة الله مستعى شكرا سماحة السيخي وبارك الله له وقضاء الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر